صغاري طلاب الصف الرابع كيف حالكم اليوم؟ سنتابع معا دروس فصل الكسور وسوف نأخذ اليوم درس موازنة الكسور وترتيبها لنتذكر معا ما تعلمناه في الدروس السابقة يتألف الكسر من خط الكسر فوقه البسط تحته المقام وحدا الكسر هما بسطه ومقامه وهذا الكسر يقرأ أربعة من تسعة أو أربعة أتسعة أيضا تعلمنا عن الكسور المتكافئة اكتب كسورا تكافئ الكسور الآتية لدينا الكسر الأول وهو النصف واحد على اثنين سنضرب حدي هذا الكسر بالعدد اثنين لينتج لدينا كسر مقافئ وهو اثنان على أربعة أيضا مثال آخر اثنى عشر على ثمانية عشر نلاحظ أن حدي هذا الكسر من مضاعفات العدد ستة إذن الاثنى عشر والثمانية عشر يقبلان القسمة على الستة فسنقوم بقسمة حدي هذا الكسر على العدد ستة لينتج لدينا كسر مكافئ وهو اثنان من ثلاثة أي ثلثين ودرسنا لهذا اليوم بعنوان موازنة الكسور وكلمة موازنة تعني المقارنة وقد تعلمنا سابقا للموازنة أو لمقارنة عددين نستخدم الإشارات الآتية وهي أكبر من أصغر من أو اليساوي وبطل درسنا لهذا اليوم هو صديقنا كرم الذي يحب شرب الحليب كثيرا فهو يقوّل عظام ومفيد لصحتنا جاء كرم في صباح اليوم الأول فوجد خمسة كؤوس على طاولة المطبخ شرب منها ثلاثة فالكسر المعبر عما شربه كرم من كؤوس الحليب في اليوم الأول هو ثلاثة من خمسة وفي صباح اليوم الثاني استيقظ كرم ناشيطا قام ببعض التمارين الرياضية ثم ذهب إلى المطبخ كعادته ليشرب حليب الصباح فوجد على طاولة المطبخ خمسة كؤوسين من الحليب وشرب منها كأسين فالكسر الذي يمثل ما شربه كرم من الحليب في صباح اليوم الثاني هو اثنان من خمسة إذن في أي اليومين شرب كرم حليبا أكثر ولنستطيع معرفة الجواب علينا أن نقارن بين هذين الكسرين ثلاثة على خمسة واثنان على خمسة والآن سنقوم بتمثيل هذه الكسور باستعمال رقائق الكسور فنحضر الواحد الصحيح المجزة إلى خمسة أجزاء متساوية أي خمسة أخماس ونلون منه ثلاثة أخماس وذلك يقابل كسرنا ثلاثة على خمسة أما في الجهة المقابلة فنحضر أيضا الواحد الصحيح المجزة إلى خمسة أخماس ونلون منه خمسين ونلاحظ أن الكسر ثلاثة أخماس هو الكسر الأكبر ولو أردنا أن نقارن هذين الكسرين من دون استعمال رقائق الكسور فننظر إلى المقامات نجدها متساوية ثم ننظر إلى البصوط نجدها غير متساوية فنوازن بينها إذن سنوازن البصوط فنوازن بسط العدد الأول وهو ثلاثة مع بسط العدد الثاني وهو اثنين فنجد أن الكسر الأكبر هو ثلاثة على خمسة أي ثلاثة على خمسة أكبر من اثنان على خمسة وقاعدتنا تقول إذا كانت المقامات متساوية فالكسر الأكبر هو صاحب البصط الأكبر إذن عند موازنة كسرين لهما المقام نفسه نوازن البصوط فالكسر الأكبر هو صاحب البصط الأكبر موازنة كسرين لهما البصط نفسه نعود لصديقنا كرم وفي صباح اليوم الثالث كعادتي ذهب ليشرب الحليب فوجد على طاولة المطبخ سبعة كؤوس من الحليب شرب منها ثلاثة والكسر الذي يمثل ما شربه كرم من كؤوس الحليب هو ثلاثة على سبعة وفي صباح اليوم الرابع وجد على طاولة المطبخ أربعة كؤوس من الحليب فشرب منها أيضا ثلاثة والكسر الذي يمثل ما شربه كرم في اليوم الرابع من الحليب هو ثلاثة على أربعة إذن أي الكسرين أكبر؟ أي في أي اليومين شرب كرم حليبا أكثر؟ إذن هيا لنقوم بموازنة هذين الكسرين باستعمال رقائق الكسور نحضر الواحدة الصحيح المقسم إلى سبعة أجزاء متساوية نسبة لمقامنا العدد سبعة ونقوم بتلوين ثلاثة أسباع وفي الطرف المقابل نحضر الواحدة الصحيح المقسم إلى أربعة أرباع نسبة لمقامنا العدد أرباع ونقوم أيضا بتلوين ثلاثة منها أي ثلاثة أرباع فنلاحظ أن الكسر ثلاثة أرباع كان هو الكسر الأكبر والآن سوف نقارن هذين الكسرين من دون استعمال رقائق الكسور فننظر إلى البصوط نلاحظ أنها متساوية ثم ننظر إلى المقامات هي ليست متساوية فنقوم بموازنتها أي نوازن المقامات المقام الأول هو العدد سبعة والمقام الثاني العدد أربعة والسبعة أكبر من الأربعة إذن الكسر ثلاثة أربع هو الأكبر أي أن ثلاثة على سبعة أصغر من ثلاثة على أربعة لأن القاعدة هنا تقول إذا كانت البصوط متساوية فالكسر الأكبر هو صاحب المقام الأصغر أي عندما نوازن بين كسرين لهما البصوط نفسه ننظر إلى المقامات ونوازنها فيكون كسرنا الأكبر هو صاحب المقام الأصغر ولكن ماذا لو تساوى البصطان وتساوى المقامات لدينا الكسران أربعة لتسعة أي أربعة أتساع في الطرف الأول وفي الطرف المقابل فننظر إلى البصطين هما متساويان ثم ننظر إلى المقامين أيضا متساويان فالكسران متساويان أي عندما يتساوى البصطان ويتساوى المقامان فالكسران متساويان لنقوم الآن بحل المثال الآتي وازن بين كل كسرين مما يأتي أربعة أسداس وأربعة أثمان ننظر إلى البصوط متساوية إلى المقامات غير متساوية إذن نتذكر قاعدتنا إذا كانت البصوط متساوية فالكسر الأكبر هو صاحب المقام الأصغر نقارن بين المقامين ستة وثمانية فنجد أن الستة أصغر من الثمانية إذن الكسر أربعة أسداس هو أكبر من الأربعة أثمان التالي الكسرين ثلاثة أعشار وتسعة أعشار ننظر إلى البصوط ليست متساوية بينما المقامات متساوية إذن نتذكر القاعدة إذا كانت المقامات متساوية فالكسر الأكبر هو صاحب البصوط الأكبر نقارن بين البصوطين فنجد أن التسعة أكبر من الثلاثة إذن ثلاثة أعشار أصغر من تسعة أعشار فالتسعة أعشار هو الأكبر لأن بصوطه الأكبر وأخيراً الكسران واحد على خمسة أي الخمس ننظر إلى البصوط متساوية ننظر إلى المقامات أيضاً متساوية إذن إذا كانت البصوط متساوية والمقامات متساوية فالكسران متساويان ولكن ماذا لو جاءنا مثال كهذا أن نقارن بين هذين الكسرين وهما الثلثان إثنان على ثلاثة وأربعة أتساع أربعة على تسعة لنشاهد معا ولنستطيع المقارنة بين هذين الكسرين علينا أن نعود إلى صديقنا كرام فصديقنا كرام يحب القراءة أيضاً أحضر كتاب قصص جميل وقرر أن يقرأه ويتنافس مع أخته ندى فقرأ منه الثلثين أي أنه قرأ إثنان على ثلاثة من الكتاب أما ندى فقرأت أربعة أتساع الكتاب أي أربعة على تسعة من الكتاب فأيهما قرأ أكثر؟ لنستطيع الإجابة على هذا السؤال علينا أن نقارن بين هذين الكسرين ننظر إلى البصوط ليست متساوية ننظر إلى المقامات أيضاً ليست متساوية ولكن لاحظنا أن مقام أحد هذين الكسرين هو مضاعف لمقام الآخر أي المقام تسعة هو مضاعف للمقام ثلاثة إذن هيا بنا نتعلم كيفية موازنة كسرين مقام أحدهما مضاعف للمقام الآخر ومرة أخرى ومرة أخرى سنستعين برقائق الكسور نحضر الواحد الصحيح المجزة إلى ثلاثة أجزاء متساوية أي ثلاثة الثلاث نسبة لمقامنا العدد ثلاثة ونقوم بتلوين ثلاثين ولنمثل أربعة أجزاء على رقائق الكسور نحضر الواحد الصحيح المجزة إلى تسعة أجزاء نسبة لمقامنا العدد تسعة ونلون منها أربعة أجزاء هنا نلاحظ أن الكسر الأكبر هو الكسر الأول الثلاثين وللموازنة أحبتي من دون استعمال رقائق الكسور سننظر إلى المقامات هي ليست متساوية ننظر إلى البصوط أيضا ليست متساوية فأي هذين الكسرين أكبر كيف سوف نقوم بهذه المقارنة وها هو كرام يعود لمساعدتنا لاحظ كرام أن مقام أحد هذين الكسرين هو مضاعف لمقام الآخر أي أن التسعة هو مضاعف للعدد الثلاثة ففكر كرام وقال لماذا لا نستطيع إيجاد كسر مكافئ للكسر الثلاثين وبذلك نجعل المقامين متساويين فنوازن البصوط ويكون كسرنا الأكبر هو صاحب البصوط الأكبر فهيا أيها الأبطال فكروا كيف سنعطي كسر مكافئ للكسر اثنان على ثلاثة بحيث نجعل المقام الجديد للكسر الجديد هو العدد تسعة إذن لنبحث عن كسر مكافئ للكسر إثنان على ثلاثة أحسنتم أيها الأبطال نقوم بضرب حدي هذا الكسر بالعدد ثلاثة فينتج لدينا كسر جديد وهو ستة على تسعة نقوم بإنزال الكسر الثاني وهو أربعة على تسعة فنلاحظ المقامات متساوية فنوازن البصوط ستة أكبر من الأربعة إذن الكسر الأكبر هو صاحب البصوط الأكبر فالستة أتساع أكبر من الأربعة أتساع أي أن الثلثان كان أكبر من الأربعة أتساع فكرام قرأ صفحات أكثر من ندى إذن ما تعلمناهم هنا هو عملية جديدة تسمى توحيد المقامات وهي إيجاد كسر مكافئ لكسر موجود لدينا لتسهيل عملية المقارنة إذن لنعيد معا القاعدة الجديدة ولموازنة كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر نوحد المقامين أي نبحث عن كسر مكافئ وذلك باستخدام طريقة الضرب ثم نوازن بسطي الكسرين الناتجين ويكون الكسر الأكبر هو صاحب البسط الأكبر لنقم بحل هذا المثال أيهما أكبر؟ الاثنان على سبعة أم الخمسة على أربعة عشر ننظر إلى البسوط ليست متساوية المقامات أيضا ليست متساوية ولكن وجدنا أن مقام أحد هذين الكسرين مضاعف لمقام الآخر فنحاول أن نبحث عن كسر مكافئ للكسر الذي مقامه أصغر أي للكسر إثنان على سبعة كيف سوف نجعل المقام سبعة أربعة عشر؟ وذلك بضرب حدي الكسر إثنان على سبعة بالعدد إثنين فينتج لدينا أربعة على أربعة عشر نقوم بإنزال الكسر خمسة على أربعة عشر ثم نوازن بينهما المقامات أصبحت متساوية نوازن بسطي هذين الكسرين فنجد الخمسة أكبر من الأربعة فيكون الكسر الأكبر هو الخمسة على أربعة عشر أي أربعة على أربعة عشر أصغر من خمسة على أربعة عشر والآن أحبة الأبطال سنتعلم موازنة الكسور مع العدد واحد وفي هذه الفقرة لدينا ثلاث حالات لنناقش كل حالة على حدة الحالة الأولى سنحضر الواحد الصحيح دون أن نجزئه ثم نحضر واحد صحيح آخر باستعمال رقائق الكسور ونقوم بتجزئته إلى ستة أسداس نلون منها أربعة أسداس وبالتالي سنقارن بين الكسر أربعة على ستة والعدد واحد لا يوجد لدينا مقامين وبسطين لنقارن بينهما فنقارن بين حدي الكسر الذي لدينا أي بسط ومقام الكسر أربعة على ستة فنلاحظ أن البسط أصغر من المقام لأن الأربعة أصغر من الستة إذن كسرنا أصغر من العدد واحد أي الأربعة على ستة أصغر من العدد واحد الحالة الثانية أيضا باستعمال رقائق الكسور نحضر الواحد الصحيح دون تجزئة ثم واحد صحيح آخر ونقوم بتجزئته أيضا إلى ستة أسداس ولكن نقوم بتلوينها بشكل كامل فسنقارن بين الكسر ستة على ستة والعدد واحد أيضا نذهب للمقارنة بين حدي هذا الكسر فنجد أن البسط يساوي المقام أي الستة في البسط تساوي الستة في المقام فكسرنا الستة على ستة يساوي العدد واحد وذلك صغاري تعلمناه عندما تعرفنا على الكسور كل كسر يتساوي بسطه مع مقامه يساوي العدد واحد الحالة الثالثة والأخيرة أيضا نقوم بإحضار الواحد الصحيح ونبقيه بلا تجزية وواحد صحيح آخر نقسمه إلى ستة أجزاء متساوية نقوم بتلوينها جميعا ونقوم أيضا بإحضار سدوس آخر ملون فأصبح لدينا الأجزاء الملونة هي سبعة أسداس فأيهما أكبر؟ الكسر سبعة على ستة أم العدد واحد أيضا نذهب للمقارنة بين حدي هذا الكسر فنجد أن البسط أكبر من المقام فالسبعة أكبر من الستة إذن الكسر سبعة على ستة أكبر من العدد واحد والآن مثال عن موازنة الكسور مع العدد واحد وازن الكسور مع العدد واحد المثال الأول ثلاثة أثمان والعدد واحد أيهما أكبر؟ قاعدتنا تقول إذا كان البسط أصغر من المقام فالكسر أصغر من الواحد عندما نقارن حدي الكسر الموجود لدينا إذن الثلاثة أصغر من الثمانية فالكسر ثلاثة أثمان أصغر من العدد واحد مثال ثاني إثنى عشر على عشرة والعدد واحد أيهما الأكبر؟ نقارن بين حدي الكسر إثنى عشر على عشرة نلاحظ أن الإثنى عشر أكبر من العشرة أي بسط هذا الكسر أكبر من مقامه والقاعدة تقول إذا كان البسط أكبر من المقام فالكسر أكبر من الواحد أي أن الإثنى عشر على عشرة أكبر من العدد واحد المثال الأخير خمسة أخماس والعدد واحد أيهما أكبر؟ حدي الكسر بسطه ومقامه متساويا أي البسط يساوي المقام في هذا الكسر والقاعدة تقول إذا كان البسط يساوي المقام فالكسر يساوي العدد واحد إذن الخمسة أخماس تساوي العدد واحد ترتيب الكسور نعلم سابقا أن ترتيب الأعداد يعتمد على موازنة رتب الأعداد رتب الأعداد الكسور الآتية تصاعديا وبالتالي واحد على ثلاثة سيعتمد أيضا على موازنة الكسور في ترتيب ذلك والآن مثال الأخير عن الترتيب التنازل للكسور وذلك رتب الكسور الآتية تنازلهم متكافئة خمسة على ثلاثة مقامة واحد على أدنين ثلاثة على أرنس وثلاثة على ثلاثة مقامة أطفال الأعزاء كل الشكر السؤال